افادت وسائل اعلام امريكية بان عدد القتلى جراء اطلاق النار الذي حصل في مدينة ريد بلاف بمقاطعة اتهامة شمالي ولاية كاليفورنيا ارتفع الى خمسة اشخاص ونقلت وكالة اسوشيتد بريس عن مسؤولين في الولاية قولهم انه هو نتيجة لاطلاق النار في مناطق ريفية في شمال كاليفورنيا قتل خمسة اشخاص بمن فيهم مطلق النار واصيب طفلان وكانت قناة سي بي اس الامريكية اعلنت في وقت سابق مقتلى ثلاثة اشخاص على الاقل في اطلاق النار في مدينة ريد بلاف بمقاطعة اتهامة شمالي ولاية كاليفورنيا وفقا للقناة فقد اطلق مجهول النار داخل منزل وبعد ذلك قصد مدرسة في المدينة وهجمها قبل ان يلقى حتفه نتيجة لاطلاق النار في مدرسة جرح طفل واحد وتم نقله الى المستشفى كما جرح طفل اخر مباشرة في الشاحنة التي كان يقودها المعتدي والان نحن على علم بسبعة اماكن التي تم فيها اطلاق النار اشتركوا في القناة